وأي علاقة غير شرعية و لم أرى أي شيء غريب أنا أعرف زوجها من 10 سنين لكن الموضوع غيرة غيرة نساء زوجتي لا تعرفها شاهدتها مرة واحدة و رفضت تزورها مرة ثانية قلت لها ليش سألت زوجتي أنا لماذا لا تمنزورينها قلت مرتحت لها يمكن وصل لها زوجتي مرتحت لها و حقدت لا أعرف بعدين عرفت بعدين نزوجها يمكن يكون مسحور حتى هو يعني مسحور منها والله أعلم الغريب أني كنت أزور زوجها في بيتها لكن بعد ما شميت العطر حقها ما دخلت بيتهم للآن بعد ثمانية سنين صدقوني عرفت أنها هي اللي سويت لي السحر و مع ذلك عمري ما دعيت عليها و ما أعرف ليش يمكن عشان شيء اللي صار لي فوق المعقول و فوق الاحتمال تركت هذا الأمر لله وأستنى يوم القيامة يوم أن تلاقي أنا و هي وبس انتهت القصة الرأي الشخصية طبعا الحمد لله على السلامة ثاني شيء القصة هذه أنا أخذتها من موقع في أشياء كفير أنا سويت لها سكيب صراحة كنت أعطيكم الأحداث الأكشن يعني لكن بحطها في صندوق الوصف لأنني صراحة أشوف أنه في أشياء مفيدة اللي حاب يطلع الرابط موجود أول واحد في صندوق الوصف و بس يا حلوين اللي هنا يكون صنة نهاية فيديو اليوم إذا عجبكم المقطع لا تنسوا تنغطونا على زر اللايك وتشتركوا في القناة موقع التواصل حقتي تحت في الدسكريبشن كان معكم رون سلام سلام أنا رون مقطع جديد وقصة جديدة صلوا على النبي يلا نبدأ يقول صاحب القصة قصتي بدأت أول ما فكر أبويا يتزوج رح أبويا الجدتي وعماتي وقال لهم أبغى أتزوج وابغاكم تدورولي على وحدة إذا دخلت على الحريم الحريم يشهقون من جمالها كان طلب أبويا في الجمال مرة صعب ومحدد كل شي من ناحية الملامح والعيون وطول الشعر وبدأت رحلة عماتي وجدتي إنهم يدورون هذه الإنسانة وراحوا يبحثون على نفس المقاييس والجمال اللي يبغاها أبويا وأخيرا حصلوا البنت اللي على نفس المقاييس والجمال لكن ماها في منطقة ناص منطقة بعيدة مرة قالوا الأبويا ووافق وطبعا عرفوا من كلام الناس إن هذهك العيلة ملكات جمال وفعلا توجهوا أبويا وجدتي وعماتي على منطقة البنت هذه وصارت الشوفة الشرعية وأبويا طار عقلة من جمال أمي وأهل أمي كانوا ناس بسيطين ويبغون الرجال اللي يشتري النسب وتمت الخطبة وكانت مدة الخطبة والزواج أقل من شهر وفعلا تم الزواج وبدت الأحداث في يوم الزواج كان الزواج في منطقة أهل أمي يقول أبويا وأنا واقف في الزواج ووقت استقبال الضيوف واقف طبعا أنا يعني أبويا واقف جنب أبوه أخوانه دخل عليه رجال أسود مو أسمراني أسود وسلم على جدي وأعمامي ولما نوصل عند أبويا قال له في إذنه مبروك لكن ما رح تكمل معاها وقريب بتطلق في أسرع وقت وراح ودخل جوا في صالة الضيوف طبعا أبويا من الصدمة راح لحقة يبغى يعرف مين هذا يعني شخص ملامحة مو واضحة يده خشنة وللأسف كانت ريحة بشعة يقول ما حصل تحت ألتفت وراء إلا أحصل أعمامك وقال رايبنا ورايا مفجوعين يقولوا نشبك تركت صف الاستقبال ووجهك كذا شاحب ومفجوعش فيك قال أبويا لهم قعد ألحق الرجال وقالوا أي رجال قلت لي سلم علينا كلنا وقال كذا وكذا وكذا قال يا رجال تعوذ من إبليس ما في أحد وعادي عادي تصير لنك عريس ومتوتر تعوذت من الشيطان ووقفت معاهم وأنا في بالي هذاك الشخص عدت ليلة الزواج وجاء الوقت ليأخذ فيه أبويا أمي ويروحون الشقة طبعا وقتها ما كان في فنادق أو فنادق فخمة زي الحين كانت شقق عادي وشيء بسيط جدا يقول أبويا لما جاء دخلت الغرفة وبغى أشوف أمك لقيت أمك زي المشلولة يدها ملتوية وأصابحها مشدودة وريقها ينزل على لبسها في الوقت هذا كان صدمة أبويا أن البنت الحلوة اللي يتمناها يشوفها بهذا المنظر يقول بدون تردد اتصلت على أخوانها عشان يشوفون اش ذا المصيبة اللي حصلت وعلى طول جاء وأخذوها وقالوا خلاص خلها يومين ترتاح عندنا وبعدين تعال خذها قل طيب وبالي كان مشغول معاها بعد يومين اتصلت عليهم أبغى شوف شو وضع البنت قالوا والله من يوم ما دخلت البيت وهي طبيعية وما تتذكر اش صار عموما تعال خذ زي اشتك ويمكن عشان أكانت متوترة وشدت عصابها يعني وفعلا رحت أخذتها وفي السيارة بدت أتكلم معاها وأحاول أخفف على نفسي باللي شفتها قبل وأخفف عنها حتى هي كمان دخلنا البيت وجلسنا نسالف واليوم الثاني يقول لي أبوي أمك ما هي أمك صرت أشوفها تصارخ وتقول ما أبغاك البيت صار في ريحة وصرت أشوف كوابيس سألت كذا شخص قالوا وديها الشيخ وديها الشيخ يقرأ عليها ويقرأ عليك وفعلا وديتها الشيخ وطلع أن أمي فيها السحر واللي سحرها كان واحد خطبها قبلي أربع مرات وأهل زوجتي رفضه استمرين على الشيخ لمدة شهرين كنت ساكت ما علمت لا أهلها ولا أهلي بعد الشهرين هذه صارت أمي تتعب أكثر وقال الشيخ أعرضها على طبيب نفسي يعني ممكن كمان حالتها تتحسن علاج وطبيب وقراءة وقرآن هنا قررت أقول أهلها أني بعرضها على دكتور نفسي لكن هنا بدأت الصدمة أهل زوجتي رفضوا ولما جلسوا مع البنت قالوا أنت اللي جننتها وبنتنا ما هي مجنونة تهموني بأشياء أنا والله ما سويتها فقررت أم زوجتي أني أطلقها وأنا رفضت فمرة كنت في دوامي وزوجتي طبعا عند أهلها طبعا وقفوا عني الشيخ ومنعوني حتى أني أشوف زوجتي فلما نعرفوا أني أنا في الدوام جوا للبيت وأخذوا أغراضها وذهبها وما خلوا شي لها في البيت إلا شاله رجعت البيت ولقيت ملابسها وعفشها مو فيه حصلت رسالة من أم زوجتي تقول ما لك عندنا شي إلا الشي الوحيد اللي في بطن